أخطر مرشح قدام السيسي في انتخابات الرئاسة الفريق محمود حجازي بيجهز نفسه لتقديم أوراقه دخل في صدمات علشان يفرد وجوده في الانتخابات كل ده كلام طلع الفترة اللي فاتت من جهات ممولة ومعروفة للجميع وبدأ ينشط الكام ساعة اللي فاته خصوصا مع الدعوة الجديدة اللي بتطالب الفريق محمود يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة الدعوة دي طلعت من المتحدث باسم الطيار الحر عماد جاد واللي قال ان مصر محتاجة مرحلة انتقالية جديدة يقضها واحد من أبناء مؤسسات الدولة والنحجازي هيكون الأمثل للمرحلة دي وقال جاد ان الأحزاب سواء مؤيدة أو معارضة ضعيفة ومفاهاش شخص يصلح لمنصب رئيس مصر وان البلد مش محتاجة حد من بره مؤسسات الدولة زي ما حصل وقت مرسي علشان ما ندخلش في موجة فشل جديدة وبرر وجهة نظره بان مصر محتاجة رئيس انتقالي يجي من بعده رئيس مدني يفتح المجال العام ويدي حرية للأحزاب السياسية ويدني الثقة بين القيادات السياسية المدنية ومؤسسات الدولة ووضح ان الرئيس السيسي عمل كل شيء في الإمكان علشان يحافظ على مصر ويعمل بنية تحتية تليق بدولة حديثة خلال العشر سنين اللي فاتوا وان الوقت الحالي محتاج رئيس جديد برؤية جديدة يبني البنية الفوقية لمصر بس طبعا مفهوم ان كل الكلام اللي بيتقال ده واللي سبقوا كمان كلام هدفه محاولة زرع الفتنة بين قادة الدولة وكبار رجالها ومحطوش اعتبار لعلاقة الصداقة والأرابة اللي بتجمع ما بين السيسي ومحمود حجازي الفريق محمود إبراهيم حجازي من موليد سنة 1953 وشغل قبل كده منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان قبلها مدير المخابرات الحربية وآخر موقع كان فيه هو منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات في وقت من الأوقات انتشرت معلومات بتقول ان الفريق محمود حجازي بتربطه صلة أرابة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي ان ابن الرئيس متزوج من بنت الفريق محمود من فترة وبالتحديد في 2017 لما حصلت حركة تنقلات وتغييرات لبعض قيادات القوات المسلحة زي ما بتحصل حركة تنقلات في كل القطاعات في كل دول العالم بس طبعا كعادة أهل الشر لما ساب محمود حجازي منصبه كرئيس للأركان فضلوا يطلعوا منشتات زي عزل رئيس الأركان والسيسي يطيح بمحمود حجازي ومفهوم طبعا أغراضهم في عرض الأمور بالشكل الملتوي ده وكل ده اتضح إنه مجرد هبد لما شافوا الرئيس بيعينه في منصب مستشار لي للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وهو منصب مهم جدا كمان من وقت قريب قالوا إنه طلب يترشح لانتخابات الرئاسة وعرض الموضوع على قادة الجيش لكنهم رفضوا وده باعتبار إنهم كانوا قاعدين مع الفريق محمود في نفس العربية اللي ودته الاجتماع ده وحضروه وطلوا عين إلولنا تفاصيله وأي عائل هيعرف إن دي مجرد هبدة جديدة علشان إحداث الوقيعة والفتنة ضمن مخططهم لإرباك الشعب المصري لكن للأسف كل محاولاتهم دي ضيعة هباء لإن ما فيهاش بربع جنيه منطق ولا ليها دليل ممكن يخلي الشعب الواعي يصدقهم وهيفضل الرئيس السيسي والفريق محمود حجازي إخوة لن تفرقهم أبدا الشائعات والدعاية المغرضة